اكتشفت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات أن الحزب المسلح يوشك على خسارة شبكة الدعم الأساسية له إذا ما استمر في استراتيجيته الراهنة في سوريا ويذكر التقرير أن الحزب أرسل ميليشياته إلى سوريا عام 2013 لينقذ نفسه بالدرجة الأولى فلو انهار نظام الأسد أو هزم لواجهت ميليشيات حزب الله خلفا معاديا في دمشق وخسرت طريق السلاح الأساسية لها من إيران ويضيف التقرير أن هدف حزب الله الأساسي بالحفاظ على النظام قد تحقق لكنه يتخبط في الحرب التي لم تنتهي حتى اليوم كما أن اللهجة الطائفية التي يستخدمها حزب الله خلال الحرب في سوريا سببت ضررا كبيرا لسمعته فالتقرير يفيد بأن الحزب يصور نفسه اليوم قوة إقليمية كبرى تمتد عبر الحدود بعدما كان معروفا بتمركزه في لبنان وانحصار حركته بمقاومة إسرائيل وفي التقرير أيضا تقلست شعبية حزب الله التي بنيت سابقا إثر مواجهته إسرائيل وأصبح ميليشيات طائفية شيعية وفي بعض مناطق سوريا يراه الناس محتلا وقال الباحثون أيضا في منظمة المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إن الانضباط والروح المعنوية لدى مقاتلي حزب الله على الجبهات مهددان وينقلون عن مقاتل سابق في الحزب شارك في معارك ضد إسرائيل أن المقاتلين في سوريا أقل التزاما وأقل انضباطا